السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي الصناعي جميع الشعب في أول حلقات مراجعة مادة الرياضيات للترمي الأول 2021 في برنامج في بيتنا مدرسة طبعا زي ما انتوا عارفين احنا عندنا وحدتين الوحدة الأولى الهندسة التحليلية والوحدة الثانية حساب المثلثات فاحنا النهاردة ان شاء الله هنراجع مع بعض دروس الهندسة التحليلية وطبعا بحب أفكركم في البداية ان هما كانوا 3 دروس تقسيم قطعة مستقيمة من المنتصف ومن الداخل ومن الخارج وعندي الصور المختلفة لمعادلة خط مستقيم وكننا هنعرف ان هو بين ميل ونقطة والمر بالنقطتين وندخل فيه بعد كده بعض المسائل لما يكون يمر بنقطة وعمودي على مستقيم آخر او يمر بنقطة ويوازي مستقيم آخر ثم الدرس الثالث وهو البعد بين نقطة وبين مستقيم معلوم وهنتعرف مع بعض تعالوا نشوف المسائل اللي عندنا ونشوف القوانين اللي عندنا بيقول لي عندي الدرس الاولاني قلنا تقسيم قطعة مستقيمة في تقسيم قطعة مستقيمة ايه اللي بيحصل عندي فيه ثلاث قوانين القانون الاولاني اللي هو المنتصف القانون التاني من الداخل والقانون التالت من الخارج تعالوا نشوف مع بعض هكتب القوانين وهمثل هنا فيه على الورقة اللي معايا هذه عندي القطعة المستقيمة ألف باء وهكتب إحداثيات النقطة الأولى اللي هي ألف سين واحد وصاد واحد إحداثيات النقطة الثانية سين اثنين وصاد اثنين خلي بالك أن دايما السينات هي المسقطة الأول ده زوج مرتب والصادات هو المسقطة الثانية هذه النقطة جيم لو كانت في المنتصف يعني المسافة من آلف إلى جيم هي نفس المسافة من باء إلى جيم ايه اللي يحصل عندي هنا عايز أجيب نقطة المنتصف وده مرة علينا في المرحلة الإعدادية هقول له جيم المنتصف عندي الفصلة هنا بتقسم الجزء السينات والصادات عندي مجموع السينات على اثنين ومجموع الصادات على اثنين يفضل أن نكتب القانون يعني سين واحد وسين اثنين صاد واحد وصاد اثنين طيب أنا عايز أخذ مثال هقول لك النقطة دي كانت سالب اثنين وخمسة والنقطة دي كانت واحد وثلاثة تعال نطبق دايماً أقول للطالب أنت لو رايح تتعلم مهنة أو سرعة معينة عشان تبقى جيد فيها ايه اللي بيحصل؟ بتبقى متابع الفني أو القسطة أو المدرب بتاعك زي ما هو بيعمل أنت بتعمل أنا بقول للطلاب ركز مع المدرس وخصوصاً مدرس الرياضيات شوف طريقة الخطوات الحل لو أنت قدرت تنفذ الخطوات دي زي ما المدرس بيشرحها قدامك هتبقى نسبة الأخطاء عندك زيره إن شاء الله وهتحل حل صحيح بمشيئة الرحمن فأنا بشوف بعمل ايه؟ أنا رجع للورقة مرة تانية أنا بقوله بحط القوسين بحط فصلة شرطة شرطة زائد تحتها تنين زائد تحتها تنين في الأول دي البداية ثم أمسك السينات أدي السين وأدي السين سالب اتنين وواحد السين التانية خمسة وتلاتة وأجمع وأقسم على اتنين شايف عامل ايه؟ سالب اتنين زائد واحد موجب واحد على اتنين يعني نص خمسة زائد تلاتة تمانية على اتنين فيها كام؟ فيها الأربعة يبقى نقطة المنتصف كام؟ كانت نص وأربعة طيب دي بالنسبة للمنتصف أدي مسألتين تاني ممكن في نهاية الحلقة نعرض لكم كل المسائل دي تبقى واجب هناخد من كل نوع مسألة فقط تعالوا نشوف التقسيم من الداخل تعالوا برضو نشوف أدي القطع ألف بقى أدي النقطة جيم هسمي نسبة تقسيم دي ميم واحد وهنا ميم اتنين النقطة إحداثياتها ما تتغيرش سين واحد وصاد واحد سين اتنين وصاد اتنين القانون بقى من ميزة القانون بتاع الداخل والخارج إنهم شبه بعض اختلاف الإشارة فقط الداخل هتبقى الإشارة مجابة الخارج هتبقى الإشارة سالبة تعالوا نشوف هنا أعمل المسافة أكبر شوية على أساس إن عندي حاصل ضرب بتضرب إيه؟ بضرب عندي ميم واحد نقطة تقسيم الأولى في سين اتنين خلي بالك هتلقون مختلفين عكس بعض زائد أنا خدت ميم واحد يبقى بقى ميم اتنين في سين واحد على مجموحهم ميم واحد زائد ميم اتنين أنا يكفيني في التقسيم من الداخل والتقسيم من الخارج إنك تعرف الكيفية دي بتاع الجزء الأولاني لإن هنقررها في الجهل اليسار بس هنستبدل السين بالصاد وهنقرر القانون بتاع الداخل وهنخلي الإشارة بدل ما هيجوب موجب هنخليها سالب يبقى أنت تركز على الكيفية دي يبقى أنا عندي ميم واحد صاد اتنين زائد ميم اتنين صاد واحد على ميم واحد زائد ميم اتنين طب تعالوا نشوف نحل مسألة على الكلام ده بيقول لي إذا كان ألف باربعة وثلاثة والباء سالب اتنين وثلاثة أوجد إحداثي النقطة جيم التي تقسم ألف باء من الداخل بنسبة ثلاثة على أربعة خلي بالك تقسم ألف باء بنسبة ثلاثة إلى أربعة أنت بترسم بتحط الألف أربعة وثلاثة الباء سالب اتنين وثلاثة النقطة ثلاثة إلى أربعة أدي الثلاثة وأدي الأربعة وعايز أكتب القانون في القانون اللي عندي أنا عرفته بالمرة اللي فاتت أهو شرطة كبيرة زائد شوف أنا بعمل إيه زي ما قلتلك حط زائد فوق وزائد تحت طيب هنا ميم واحد سين اتنين ميم اتنين سين واحد عكس اللي بعمله في السين بعمله في الصاب ميم واحد صاد اتنين ميم اتنين صاد واحد طيب فين سين واحد وصاد واحد هحطها هنا أدي سين واحد وأدي صاد واحد أدي سين اتنين وأدي صاد اتنين عشان يبقى لون مختلف عشان نقدر نعوض طيب تعالوا نعوض برضو زائد خلي بالك ههو زي ما قلتلك اعمل طريقة المعلم وهنا في ضرب وهنا في ضرب ميم واحد اللي هي كانت كام تلاتة هدي ميم واحد وهدي ميم اتنين هحط هنا تلاتة وهنا تلاتة هنا تلاتة وهنا تلاتة عملية سهلة طيب الاربعة ميم اتنين هنا اربعة وهنا اربعة هنا اربعة وهنا اربعة تعال نشوف سين اتنين سين اتنين بكم بسالب اتنين طيب سين واحد كانت باربعة صاد اتنين بتلاتة صض واحد بـ 3 أضرب واجمع 3 زجاة 4 لأول كام 7 3 في سالب 2 بسالب 6 4 في 4 بـ 16 3 في 3 بتسعة 3 في 4 بـ 18 أجمع بالقالة وعلى إيدي سالب 6 وموجب 16 يبقى موجب 10 على 7 طبعا الإشارات مختلفة سنطرح 9 زائد 12 21 على 7 كده أنا قدرت أجيب نقطة التقسيم من الداخل طيب من الخارج قال لك من الخارج هي نفس الكلام بالزبط الخارج بنعمل إيه؟ بنغير الإشارة تماما بنغير الإشارة تماما طيب أنا عايز أحل مسألة من الخارج وقادي المسألة اللي عندي بيقول لي إذا كان ألف باثنين وخمسة والباء سالب سبعة وسالب واحد أوجد عندي إيه؟ إحداثي النقطة جيم التي تقسم التي تقسم لو تبعنا هنا على فين عندي السؤال رقم خمسة التي تقسم القطعة ألف باء منين؟ من الخارج بنسبة 3 إلى 2 بنسبة 3 إلى 2 يبقى برضو هرسم أدي الألف أدي الباء النقطة جيم أهيه أدي الثلاثة وأدي الثلاثين في عندي هنا يعني ممكن تكون المسافة دي واحد طبعا 3 إلى 2 أدي الألف باثنين وخمسة الباء بسبعة وسالب واحد نفس القانون اللي كان عندنا لكن الإشارة سالب حد يفكر القانون يا شباب أهيه إشارة سالب فوق وتحت عندي ميم واحد ميم واحد ميم اتنين ميم اتنين ميم واحد ميم واحد ميم اتنين ميم اتنين الله هنا ضرب وهنا ضرب هنا ضرب وهنا ضرب للناس اللي عايزة تبقى فهم القانون هنا عندي سين اتنين سين واحد صاد اتنين صاد واحد تعالوا نعوض الإشارة إيه سالب عشان من الخارج أدي ميم واحد وأدي ميم اتنين هنضرب ميم واحد ثلاثة يبقى نحط الثلاثة أهو ميم اتنين اتنين اهو وهضرب ميم واحد في سين اتنين سين اتنين كانت بكام سين اتنين ايه سبعة طيب سين واحد باتنين صاد اتنين سالب واحد طيب عندي بعد كده صاد واحد بخمسة هيساوي ثلاثة نقص اتنين بواحد ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين ناقص اربعة ثلاثة في سالب واحد بسالب ثلاثة سالب اتنين في خمسة بسالب عشرة بجمع واحد وعشرين ناقص اربعة سبعتاشر وسالب ثلاثة وسالب عشرة هنا الإشارتين متحدتين يبقى هنجمع يبقى سالب تلات تلات يبقى هنا الخارج يبقى ثاني بقى هنجمع مع بعض ونقول انا كان عندي نقطة التقسيم بتاعتي بتقسمني المستقيم او بتاعي من نقطتين اذا كان في المنتصف يبقى هاجيب نقطة المنتصف مجموع السينات على اتنين ومجموع الصدات على اتنين واما اذا كان في المتقسيم من الخارج يبقى انا عندي الاشارات هتبقى مجبة واذا كانت التقسيم من الداخل هيبقى الاشارات ايه هتبقى الاشارات سالبة طيب انا عندي السؤال بيقول لي هنا ايه اوجد احداث النقطة جيم التي تقسم قلب بقى من الخارج نفس السؤال اللي عده فاحنا ممكن نخليه لو الحلقة معنا ان شاء الله الوقت يكفي ممكن نرجع نحل السؤال بتاع رقم ايه ستة طيب ايه الصور المختلفة لمعادلة المستقيم تعالوا نشوف مع بعض عندي معادلة المستقيم هنا بيكون ايه نعمل المستقيم بتاعي يمر بنقطتين عندي معادلة مستقيم ونقطة يعني يمر بنقطة وميل وعندي الحالات الخاصة او الصورة العامة لمعادلة المستقيم تعالوا نشوف الحالة الاولانية بيقول لي ايه معادلة المستقيم المار بالنقطة معادلة المستقيم المار بالنقطة سين واحد وصاد واحد وميله ميم القانون سهل جدا احنا عارفين الميل ايه يا جماعة مش الميل يساوي فرق الصادات على فرق السينات يعني صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص سين واحد خلي المقام هنا واحد وضرب الطرفين في الوسطين يطلع القانون يبقى القانون اصبح صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد خلي بالك دول خمس رموز منهم اتنين سبتين الصاد والسين ما بيتغيروش ابدا يبقى في عندي تلات رموز هعوض عنهم باعداد اللي هي صاد واحد والميم وسين واحد تعالوا نشوف نحل السؤال رقم سبع بيقول لي هنا ايه اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة تلاتة واثنين وميلو خمس سلب خمس يبقى دي سين واحد ودي صاد واحد ودي ميم ادي التلات نقاط اللي عندي طب انت عارف القانون اه طب يلا اقول صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم افتح قوس صاد ناقص صاد واحد مش انا من شوية قلتلك حاول تطبق طريقة المدرس في الشرح وما بتضربش العدد اللي برا ده في الايه في الحد التاني لا انتبه جيدا هيبقى هنضرب سالب خمسة في سين بسالب خمسة سين وسالب في سالب بموجب تلاتة في خمسة بكام بخمستاشر يبقى صاد ناقص اثنين يساوي سالب خمسة طب انت بتعمل ايه قالك ان احنا نخليها معادلة صفرية هندخل العددين دول او الحدين دول الحارة التانية وانا كنت بقول للطلاب انا عشان ما تنساش اعتبر يساوي ده شارع وهنا حارة وهنا حارة وطبق لما نروح من حارة الحارة نغير الاشارة عشان ما تنساش يعني انا هاجي هنا السالب خمسة سين دي هتبقى موجب خمسة سين والموجب خمستاشر هتبقى سالب خمستاشر لانا رحت الحارة التانية هجمع الحدود المتشابهة يبقى سالب اثنين وسالب خمستاشر يبقى صاد زائد خمسة سين ناقص سبعتاشر يساوي صفر كده انا عندي الان الايه حليت معادلة مستقيم مار بنقطة وميل تعالشوف سؤال تاني طيب لو كان معادلة المستقيم مار بنقطتين قالك انت ليك الخيار انك تحله بطريقتين ممكن تحله بميل وبنقطة وممكن تحله بالقانون مباشرة ممكن تحله بايه بالقانون مباشرة طيب ايه والقانون مباشرة قال لي القانون فرق الصادات الميل يسوي فرق الصدات على فرق السناد يبقى معادلة مستقيم يمر بنقطتين اهو فاكر انت الجزء الاولاني صاد نقص صاد واحد على سين نقص سين واحد يساوي صاد اتنين نقص صاد واحد اللي هو الميل سين اتنين نقص سين واحد وانتبه انتبه لما بنعمل ايه لما تكتب صاد اتنين الاول يبقى معناها تعمل سين اتنين الاول ايضا تمام يعني تبدأ بصاد اتنين يبقى هتبدأ بسين اتنين ده القانون يبقى ممكن تكتب وتعوض مباشرة ويطلع عندك تناسب تضرب طرفين في وسطين وممكن انك انت تجيب الميل الاول وترجع للطريقة الاولية معادلة مستقيم وميل طيب تعالى نشوف نحل سؤال على هذا ايه معادلة مارب من نقطتين بيقول لي اوجد معادلة المستقيم المارب من نقطتين سالب واحد واثنين وثلاثة وخمس خلي بالك ده سين واحد ده صاد واحد سين اتنين صاد اتنين هنحل السؤال ده ونكتب القانون اللي احنا السكت بينه اهو خلي بالك الاشارات كلها سالب اهو يبقى انا هكتب هنا صاد ناقص صاد واحد سين ناقص سين واحد هنا صاد اتنين ناقص صاد واحد على سين اتنين ناقص سين واحد خلي بالك الصاد والسين سبتين واللي هيتغير عندي اربع نقاط نقطتين باربع مفردات عندي اللي هما سين واحد وصاد واحد وسين اتنين وصاد اتنين انت قلتنا يا استاذ طبق نفس الطريقة حط يساوي تحت يساوي شرط الكسر شرط الكسر حط الاشارات السلبة الاول الصاد والسين سبتين نعم عوض صاد واحد وصاد واحد اتنين وسالب واحد خلي بالك عشان دي سالب وراها سالب بعد كده هتبقى موجب حطها لي في قص الأول ونزلها مرة كمان هنا يبقى النقطة الأولى بتتكرر مرتين صاد 2 بخمسة وهنا 3 يساوي تحت يساوي في عمليات جمعه طرح عملها صاد ناقص 2 واتفقنا أن سالب بعدها سالب هتبقى موجب خمسة ناقص 2 3 سالب بعدها سالب تبقى موجب 3 زائد 1 كم 4 ده هنا تناسب هضرب اللي هو طريقة المقص طرفين في وسطين يبقى 4 تضرب في صاد ناقص 2 يساوي 3 في سين زائد 1 هنا هنفق الأقواص بقى وانتبه هنضرب الأربعة في الحدين جوه يبقى 4 صاد ناقص 8 3 سين زائد 3 الله شبه المسألة اللي راحت هجيب من حارة الحارة وغير الإشارة يبقى 4 صاد ناقص 8 ناقص 3 سين ناقص 3 يساوي صفر وزي ما اتفقنا بنجمع الحدين من شبهة يبقى سالب 8 وسالب 3 سالب 11 يبقى 4 صاد ناقص 3 سين ناقص 11 يساوي صفر يساوي ايه صفر تمام هنا هنبص معانا على الشاشة كده بيقول لي ايه ملحوظة اذا كان الميل بتاع المستقيم ميم فميل المستقيم الموازي له ايه ميم ايضا يبقى هنا لما يقول لي اثبت ان المستقيمين متوازيين اجيب ميل الاولاني وميل التاني اذا طلعوا متساويين يبقى المستقيمين ايه متوازيين طب في حالة العمودي قالك ان حاصل ضربهما يساوي سالب واحد يعني ميم واحد في ميم اتنين يساوي سالب واحد طب ما تدينا يعني حاجة ابسط اقولك لو كان الميل عندك بالكسر على سورة كسر وقالك هات ميل العمودي اقلب الكسر وغير الاشارة يعني زي ايه كان ميل الاولاني سالب اثنين على خمسة وبقولك هات ميل العمودي اقلب الكسر يبقى خمسة على اثنين طب غير الاشارة كانت سالب بقت موجب طب لو كان اثنين وانا بقولك هات ميل العمودي اللي اثنين دي كانتها اثنين على واحد اثنين على كم؟ على واحد يبقى في الحالة دي انا هقلب الكسر يبقى واحد على اثنين وغير الاشارة هيبقى سالب نص تعالوا نشوف مسألة بهذه الطريقة اللي هي السؤال رقم كام رقم 11 بيقول لي هاتلي معادلة المستقيم المر من نقطة واحد وثلاثة ويوازي المستقيم 40 زائد 5 نقص 7 طب يا أستاذ أنت المفروض توضح لنا الأول إزاي أن نحن نجيب 100 مستقيم من معادلة لو كان على الصورة القياسية أو كان على شكل ألف سين زائد بق صد زائد جيمي سو صفر تعالى نشوف ممكن معنا هنا على الشاشة وهقول لك أدي الفرق التلات حالات بتوع الميل لو كان الميل بين نقطتين يبقى فرق الصدات على فرق السين لو كان على صورة ألف سين زائد بق صد زائد جيمي سو صفر يبقى الميل هنا سالب معامل سين على معامل صد الحالة التالتة لو المستقيم الصد في طرف وباقي الحدود في طرف تاني صد يساوي ميم سين زائد جيم يبقى الميل هنا يساوي معامل سين اللي هو ميم تعالوا بقى نشوف المسألة بتاعتنا هنا بيقول لي رقم 11 بيقول لي اوجد ايه؟ معادلة المستقيم المر بالنقطة واحد وتلاتة ويوازي المستقيم اعتقد انت محتاج تجيب معادلة المستقيم المعطى عشان تشوف معاد الميل عايز تجيب ميل المستقيم المعطى عشان تجيب ميل المستقيم ايه؟ البطلوب في حالة التوازي او التعامد يبقى اول حاجة هنجيب الميل الميل سالب معامل سين على معامل صات سالب معامل سين يبقى سالب 4 على معامل صات 5 طيب فيه اختصارات لا طيب بما ان المستقيم المتوازين يبقى الميل المطلوب نفسه يبقى سالب 4 على 5 لو في التعامل اتفقنا ان احنا هنقلب الكسر ونغير اشار طيب اصبع عندي الميلة هه ادي ميم ودي النقطة سين واحد وصاد واحد تعالوا بقى نشوف القانون الجميل اللي هو مفيش امتحان بيأخله منه اللي هو صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد هنلاقي القانون ده يتكرر معانا في اكتر المسائل يساوي تحت يساوي الصاد ناقص السين ناقص زي ما اتفقنا وهحط الاعداد اللي عندي تعالوا نشوف الميل بسالب 4 على 5 وصاد واحد بتلاتة وسين واحد بواحد في عندي هنا فك اقواص ده تنزل زي ما هو شايف الكلام يساوي تحت يساوي عشان اقدر افصل سالب 4 على 5 سين سالب في سالب بموجب يبقى 4 على 5 في واحد ب4 على 5 هنقل الحارة التانية زي ما اتفقنا يبقى صاد ناقص 3 ناقص 4 على 5 سين يا استاذ انت قلتنا ايه لما من حارة الحارة نغير الاشارة وهي هنا سالب يبقى هنا موجب خلي بالك طب ودي موجب يبقى تطرع هنا سالب عندي هنا اجمع الحدود المتشابهة يبقى سالب 3 وسالب 4 على 5 سالب 3 على 1 وهنا 4 على 5 برضو بالسالب ماشي هنا بن ايه بطريقة المقص توحيد المقامات 5 في 1 بخمسة تحت هنا سالب 15 وسالب 4 هيبقى عندي كام سالب 19 يبقى صاد زائد 4 على 5 سين ناقص 19 على كام احنا قلنا هنا ايه على 5 يساوي صفر كده استخدمنا ايه التوازي جبنا الميل تعال نشوف لو كان عمودي السؤال اللي هنا بيقول لي اوجد معادات الخط المستقيم المر بالنقطة سالب 2 ويوازي محور السينات برضو هقول لك ملحوظة اذا كان المستقيم يوازي محور السينات فالميل يساوي صفر الميل يساوي ايه صفر خلي بالك طب لو كان المستقيم يوازي محور الصادات الميل هنا غير معرف غير معرف يعني ما اقدرش اجيبه يبقى الملحوظة اللي احنا هنتم بيها اذا كان المستقيم يوازي محور السينات يعني افقي يبقى الميل بتاعه صفر لان الزاوية هنا هتبقى بينه وبين المستقيم ايه صفر مفيش زاوية خالص تعالى بقى نشوف نحل المسألة دي يبقى انا هقوله كده بما ان السؤال اوجد معادلة الخط المستقيم المر بالنقطة يوازي محور السينات هقوله ايه عم بما ان المستقيم يوازي محور السينات هستنتج ايه اذا الميل يساو صفر وارجع تاني للسؤال بتاعي والقانون الجميل معادلة مستقيم يمر ايه في نقطة تمام وميل يبقى صاد ناقص صاد واحد يساوي مين في سين ناقص سين واحد كلكم هنبقى النهاردة بعد الحلقة دي ان شاء الله حفظين القانون ده هنراحف مطبق فيه ادي ساوي صاد ناقص سين ناقص المين بكم بصفر سين واحد سالب اتنين صاد واحد بواحد مش اي حاجة بصفر بصفر يعني ده كله بصفر يبقى صاد ناقص واحد يساوي صفر وخلص تمرين سهل وبسيط وممكن يجيلي اكمل طبعا احنا اسئلتنا الغالبية منها هتبقى اسئلة موضوعية يعني اكمل او اختار زي ما قلنا في حلقات سابقة يعني ان احنا عندنا الموضوعي بحله فانا كده كده بحل التمرين فانا اي تمرين عندي حتى لو كان موضوعي او اختيار انا بعمل فيه ايه بلازم احله الاول فعشان كده احنا بنحله مع بعض هنشوف اه في حالة اذا كان عمودي اذا كان ايه عمودي السؤال رقم 13 اوجد معادلة المستقيم المار بالنقطة واحد واثنين وعمودي على المستقيم 3 سين زائد 4 صاد ناقص 7 سو صفر خلي بالك معي انا عايز اجيب من المستقيم الموجود يبقى اجيب من المستقيم اهو اهو انت لسه بتقول لي سالب معامل سين على معامل صاد يبقى سالب 3 على 4 في اختصارات لا طب من العمودي بقى يلا لو متابع معايا اقول لي هنقل بالكسر يبقى 4 على 3 هنغير الاشارة طب هي سالب بقى تموجب خلاص الموجب ما بيكتبش يبقى تعالى بقى نحل برضو معادلة مستقيم ادي الميل و ادي ايه النقطة حد يفكرنا كده بالقانون ايوها برافو يبقى انا عندي صاد ناقص صاد واحد يسوي مين في سين ناقص سين واحد طيب بنعمل ايه صاد ناقص وسين ناقص زي ما اتفقنا وعرفنا ازاي بنحل طيب تعالى هنا نشوف عندي هنا صاد واحد بكم صاد واحد باثنين سين واحد بواحد طيب الميل اربعة على تلاتة هنفق القوس طبعا قطلناها بحسن هذه المسائل ما شاء الله يبقى اربعة على تلاتة سين ناقص اربعة على تلاتة انقل الحارة التانية ومنحار الحارة ومنحار الحارة نغير الاشارة صاد ناقص اتنين ناقص 4 على 3 سين زائد 4 على 3 بنوحد المقامات بتاع الاتنين سالب 2 ومجب 3 لو خليت دي مقامها 1 هيبقى 6 وهنا سالب 6 واربع يبقى 2 يبقى صاد ناقص 4 على 3 سين هتبقى ناقص ولا زائد هتبقى ناقص 2 على 3 يساوي 0 جميل هنا عندي زي ما اتفقنا انا ممكن بقى ادخل الموضوعات في بعض بيقولي السؤال ده اوجد معادلة المستقيم ماله المر بالنقطة 1 واربعة وبمنتصف القطع الف وباء يبقى لازم اجيب المنتصف الاول هو هيبقى عندي كده نقطتين النقطتين اللي عندي انا ممكن بقى اتعامل معهم ايه يا اما اجيب الميل وطبق القانون بتاعنا الشهير بقى صاحبنا القانون ده اللي هو معادلة المستقيم المر بنقطة وميل او ان انا اطبق معادلة المستقيم المر بنقطتين واعوض واضرب بعد كده ايه طرفين في وسطين طبعا انا شايف ان الاسهل علينا ان احنا ممكن نجيب الميل الاول ونطبق ايه القانون ده فالمسألة رقم اربعة زي اللي فاتت نفس الكلام برضو انا في خمستاشر ممكن ادمج الدروس اللي فاتت بيقولي اوجد معادلة المستقيم المر بنقطة اربعة واثنين والنقطة التي تقسم الف با بنسبة اثنين الى ثلاثة الى الداخل ارجع تاني للتأسيم واجب نقطة التأسيم المطلوبة يبقى كده معادلة مستقيم مر بنقطتين نفس الكلام اللي راح علينا هنيجي بقى للموضوع الاخير عندنا اللي هو طول العمود المرسوم من النقطة سين واحد وصاد واحد الى المستقيم ألف سين زائد باق صاد زائد جيم يساو صفر خلي بالك انا عندي هنا مستقيم معادلة معروفة ويفضل لو مش جييلي نجيلي على الصورة العامة خليها على الصورة العامة عشان اقدر اجيب المعاملات الألف والباق والجيم الألف هو معامل السين الباق هو معامل الصاد جيم الحد المطلق اي الخالي من سين فخلي بالك لو جالك المعادلة المستقيم مش مترتبة لابد ترتبها الاول عشان تقدر تطلع الألف والباق والجيم طيب وانا هيكون عندي ايه هيكون عندي نقطة اللي هي سين واحد وصاد واحد تعال نشوف السؤال ده ازاي هنحله وهنتعامل معايا ازاي رقم 16 بيقول لي اوجد طول العمود المرسوم من نقطة قاف واحد واثنين يبقى دي سين واحد ودي صاد واحد الى المستقيم ستة سين زائد تمانية صاد زائد اربعة مترتبة اه يبقى دي الالف ودي الباق ودي الجيم طيب ايه القانون بقى القانون هو البعد او طول العمود اللي اتنين واحد هيساوي شرط الكسر هنا المقياس يعني القيمة المطلقة عشان انت عارف الطول لازم يطلع موجب واكتب بقى الف سين واحد زائد باق صاد واحد زائد جيم على الجزر التربيعي لالف تربيع زائد باق تربيع خلي بالك انت عملت ايه انت كتبت نفس القانون استبدلت بس السين واحد والصاد واحد اللي هم اطلعون نقطة خلي بالك انت عندك هنا ادي الف ودي باق ودي جيم وهنا سين واحد وصاد واحد اقدر ان انا اعوض في القانون بتاعي واضرب واشوف تعالى الالف اه ست در سين واحد بكام اعطاه هنا ادي واحد وهنا اتنين يبقى ستة في واحد زائد تمانية في اتنين زائد اربعة على الجزر التربيعي لالف واحد تربيع زائد اتنين تربيع يريد تحطها في قوس افضل اجمع واضرب ستة في واحد بستة اتنين في تمانية بستاشر زائد اربعة على جزر واحد زائد اربعة يعني هنا جزر خمسة وهنا ستة واربعة عشرة وستاشر ستة وعشرين ادي تطلع برا الجزر برضو هي بستة وعشرين على خمسة ايه وحدة طول جميل يبقى انا كده جبت ايه طول العمود المرسوم من النقطة الى مستقيم تعالى نشوف بقى هيقدر يعمل معانا حاجة تاني اه معدل المستقيم معانا على طول اوجة طول العمود المرسوم من النقطة اربعة واتنين الى المستقيم المر بالنقطتين خلي بالك انت محتاج هنا ايه تجيب معادلة المستقيم الاول مر بالنقطتين هجيب الميل اتفقنا نجيب الميل الاول فرق الصدات على فرق السنات يبقى واحد ناقص ثلاثة خمسة ناقص اربعة سالب اتنين على واحد يطلع سالب اتنين انت جبت الميل عوض بالميل وبنقطة منهم وطلع معادلة المستقيم يبقى صاد ناقص صاد واحد الله القانون الملاكي بتاعنا ده يساوي تحت يساوي وهنا صاد وهنا سين الميل بكام بسالب اتنين اختار اي نقطة دي او دي الحل واحد يبقى انا هاختار هنا صاد بواحد وهنا السين بخمسة افق الاقواس سالب اتنين سين زائد عشرة ودي الحارة التانية صاد ناقص واحد اه من الحارة الحارة نغير الاشارة يبقى زائد اتنين سين ناقص عشرة يساوي صف جمع المتشابه مع بعضه يبقى صاد زائد اتنين سين ناقص حداشر يساوي صف انا محتاج الالف والباء والجين الالف خلي بالك الالف معامل السين اوة هتاخد الواحد هنا وتقول لي هنا معامل السين هي مش مترتب المفروض كان سين وصاد والعدد يبقى الالف في اتنين الباء معامل صاد يبقى بواحد الجين اخضب اشارته سالب حداشر اقدر ان انا اكتب الان البعد طول العمود اه طول العمود يلا القيمة المطلقة على الجزر التربيع هنا الف سين واحد زائد باء صاد واحد زائد جين على الف تربيع زائد باء تربيع خلي بالك باء سين واحد وصاد واحد مين النقطة الاونية خالص اوة هتنسى عوض اهو زائد وهنا زائد وهنا ضرب وهنا ضرب وزي ما تطلع اشارة الجين احط الالف انا عندي هنا الالف بكام باتنين السين واحد باربعة الباء بواحد صاد واحد باتنين الجين بسالب 11 على الف باتنين تربية زائد واحد تربية يساوي اتنين فاربعة بتمانية واحد في اتنين باتنين مجب في سالب بسالب 11 على مجب جزر 5 10 نقص 11 يبقى سالب 1 على جزر 5 هنا بقى فايدة القيمة المطلقة زي ما قلتلك ان القيمة المطلقة هنا هتطلع لالعدد برا ايه بالمجب يبقى واحد على جزر 5 وحدة ايه طول جميل احنا كده ماشيين زي الفل احنا اخدنا معادلة مستقيم وشفنا الحالات بتاعته وشفنا لما يكون موازي على مستقيم اخر او عمودي على مستقيم اخر وبرضو ايه شفنا لما يكون مر بنقطتين وجبنا طول العمود اللي واصل الى مستقيم واذا كان طول العمود اللي مر ايه بنقطتين تعالي نشوف بقى السؤال اثبت ان المستقيمين لم واحد ولم اتنين متوازيان ثم اوجد البعد بينهم ركز معايا امتى يكون المستقيمين متوازيين كلكم عارفين لما ايه اه ميل الاول يساوي ميل الثاني يبقى انا هجيب ميل المستقيم الاول ميل الاول هيساوي سالب معامل سين حالة معامل سات يبقى سالب ثلاثة على سالب اربعة السالب تروح مع السالب يطلع ثلاثة على اربعة ده الميل الاول ميل المستقيم التاني اللي هو لم اتنين سالب ستة على سالب تمانية ابسط على الاتنين والسالب تروح مع السالب يطلع ثلاثة على اربعة بما ان ميل لم واحد يساوي ميل لم اتنين الله يبقى انا عندي هنا ايه عندي هنا الميلين متساويين يبقى المستقيمين متوازيين يبقى أنا عندي هنا في هذا السؤال يبقى هقوله بما أن الميل الأول يساوي الميل الثاني إذن المستقيمان متوازيين وأنا كده جاوبت على جزء الأولان وما اللي أوجد البعد بينهما هو هنا مش عاطينه نقطة يا أستاذ تبع ميلين قال لك إزاي تجيب نقطة من مستقيم يعني هو هنا عندي إيه قال لي أوجد البعد بينهم بس ما عطنيش النقطة إزاي تجيب النقطة بكل بساطة أنت بتضع سيم بصفر وتعود في معادلة المستقيم يطلع قيمة صاد وهي النقطة دي طالما تنتمي لهذا المستقيم يعني تحقق معادلته وإذا تحقق معادلته فهي تنتمي لهذا المستقيم هتعالي نجيب النقطة بوضع خليك معايا هنا أنا أحط سيم بصفر في معادلة المستقيم الأولان يعني كأن بتحط السيم هنا بصفر يبقى سالب 4 صاد ناقص 12 تساوي صفر وإنت طبعا اللعبة الشهيرة بتاعتنا نحارب تانية ونغير الإشارة ونقسم على معامل صاد يبقى سالب 4 صاد يساوي 12 قسم على سالب 4 يبقى منها الصاد هالساوي كام سالب 3 يبقى النقطة اللي عندي صفر وكام و3 الآن بقى هي النقطة دي خدتها فين على المستقيم الأولان المستقيمين كده متوازين انت خدت النقطة هين يبقى لما تجيب البعد العمودي هتجيبه على المستقيم التاني خلي بالك من النقطة دي طب واحد يقول لي بفرض أن أنا غلطت وجبت البعد على نفس المستقيم هيطلع البعد هنا ايه هيطلع بصفر لأن النقطة تنتمي على ايه المستقيم يبقى أنا عندي هتعامل مع المستقيم التاني أجيب الألف والباء والجيم وأدي النقطة بتاعتنا أدي سين واحد وأدي صاد واحد يلا أنتوا شطرين ألف في سين واحد بصفر زائد سالب تمانية في تلاتة زائد واحد وعشرين على الجزر التربيع الستة تربيع وسالب تمانية تربيع وخلي بالك السالب تحت الجزر تحت ايه في التربيع هتبقى كام هتبقى موجب يبقى أنا عندي هنا ستة في صفر بصفر سالب تمانية في تلاتة بسالب أربعة وعشرين زائد واحد وعشرين على ستة وتلاتين زائد أربعة وستين هنا عندي هيبقى سالب 3 وهنا جزر المية سالب 3 تطلع برا الجزر بموجب 3 على جزر المية 10 وحدة طول يبقى هنا سبت ايه ان المستقيمين ما لهم متوازين مستقيمين ايه متوازين طيب تعالى نشوف تامرين كمان اوجد معادلة الخط المستقيم الذي يقطع جزءا طوله 7 وحدات من الاتجاه السالب لمحور السينات ويقطع 4 وحدات من الاتجاه الموجب لمحور الصادات يعني ايه الكلام ده انت عايز معادلة والمعادلة بجيبها بنقاط يا نقطة وميل يا نقطتين طب انت كده ما عنديش تعالى بقى نقرأ السؤال بعناية ونشوف نطلع منه المعلومات بتاعته معادلة الخط المستقيم يقطع جزء طوله 7 وحدات من الاتجاه السالب لمحور السينات يبقى انا عندي هنا سين هتساوي سالب 7 يبقى النقطة سالب 7 والصاد بصفر تاني يقطع جزءا طوله 7 وحدات من الاتجاه السالب انت قلت الاتجاه السالب خط الاشارة سالب السين هنا بكام بسبعة يبقى سالب 7 يبقى النقطة سالب 7 وصفر ويقطع اربع وحدات من الاتجاه الموجب للصادات يبقى هنا الصاد الساوي كاب اربعة موجب يبقى النقطة عندي صفر واربعة الله ايه الجمال ده ده انا اصبع عندي نقطتين ارجع مرة تانية ولي الخيار اننا نجيب معادلة المستقيم باستخدام القانون مباشرة اللي هو صاد ناقص صاد واحد على سين ناقص صاد واحد يسوي صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص صاد واحد او الطريقة الاسهل اللي بقولك عشان القانون تعرفته وانت مش مطالب بطريقة معينة عشان تحل بيها اللي هو ايه الميل ونقطة فاحنا هنجيب الميل بين النقطتين دول الميل انت قلت لي ايه فرق الصادات على فرق السينات الصادات يبقى صفر وهنا اربعة وهنا سالب سبعة وهنا صفر سالب 4 على سالب 7 السالب تروح مع السالب 4 على 7 ده الميل طب اي نقطة اي نقطة تعجبك تعال نجيب بقى معادلة المستقيم اللي هو ايه يمر بنقطة وميل انت هفكره صاد ناقص صاد واحد يساوي مين فيفتح قوس سين ناقص سين واحد حط يساوي تحت يساوي صاد ناقص وسين ناقص تعال نشوف عندي هنا مين 4 على 7 صاد واحد انت هتختار اي نقطة يا ساز نختار النقطة دي يبقى صفر طيب واحد يقول لي طب انا لو اخترت النقطة التانية وعودت عن السين بصفر ما هي يعني ايه كأن العدد ده هيتضرب بصفر هنا هيبقى افضل ايه رأيك هقوله معاك تعال نختار النقطة دي يبقى هنا صح وهنا صح بس انا بدور على الاسهل لي هاختار هنا الصاد باربعة والسين بصفر انا لقيت هنا فيه ضربة مش هستخدمه هيوفر لي وقت يبقى صاد ناقص اربعة يساوي اربعة على سبعة سين واربعة على سبعة في صفر بايه بصفر استفدت منها هواد الحرط التانية يبقى صاد ناقص اربعة على سبعة سين ناقص اربعة يساوي ايه صفر جميل احنا كده ماشيين تمام جدا عندنا ايه مسألة جميلة بقى تاني وعايز اختلاك بس فيها قوي عشان دي هقول فيها الفلسفة بتاعتها بيقول لي اثبت السؤال رقم عشرين اثبت ان النقطتين الف وباء تقعان في جهتين مختلفتين من المستقيم لم اثنين سين زائد صاد ناقص ستة يساوي صفر وعلى بعدين متساويين منه انا في عندي مستقيم هنا تعالى بنشوف معنا قدي مستقيم هنا في نقطة وهنا في نقطة هو عايز يثبت ان هم في جهتين مختلفتين تب ازاي هقول لك ازاي دلوقت وعايز اقول لك ان البعد منهم متساوي يعني المسافة دي قدي المسافة دي يبقى انت محتاج ايه محتاج اه قانون البعد هتجيب البعد من النقطة الاولى سالب ثلاثة وخمسة على المستقيم والنقطة التانية سبعة وسالب واحد اذا طلع البعدين متساويين يبقى كده متساويين يبقى انت جاوبت على الجزء التاني تب ازاي تجاوب على الجزء الاول ان هم في جهتين مختلفتين دي الحتة بقى اللي محتاج انك انت تركز معي كويس جدا او اذا طلعوا داخل المقياس مش مش بره المقياس لان بره المقياس كله بيطلع موجب داخل المقياس بنفس الاشارة يبقى في جهة واحدة اما اذا كانت مختلفين الاشارة يبقى في جهتين مختلفتين يبقى في جهتين ايه مختلفتين خلي بالك تاني الحتة دي فيها حتة يعني مستويات عليا في التفكير فبنقول امتى يقعوا النقطتين على جهتين مختلفتين وانا بجيب البعد لو لقيت الاشارة داخل المقياس مختلفة يبقى هنا يقع في جهتين مختلفتين طب اذا كانوا الاشارتين متحدتين يبقى يقعوا في جهة واحد بس خلي بالك هو في المسألة هنا بقول لي اثبت يبقى هنا ده هو ضروري اننا اطلع بالنتيجة ان هما يقعوا في جهتين مختلفتين لان هو اللي طالب مني اثبات بطلعش اننا بقى اشتر من وضع الامتحان واقول له لا ده هو طالب يعني اجبار ان هنا في ايه اثبات يعني معناها لازم يطلع في جهتين مختلفتين يبقى عرفنا الفكرة تعالوا نبدأ نحلها بيقول لي اثبت ان النقطتين تقعان هجيب بعد النقطة الاولى ادي الالف و ادي الباء خلي بالك الباء هنا بواحد وهنا الجيم بسالب ست هقول البعد الاول ساوي القانون الف باتنين الف باتنين سين واحد بكم بقى عندك ايه هدي سين واحد بسالب ثلاثة زائد واحد في خمسة ناقص ستة على الجزل التربيع الالف اتنين تربيع زائد واحد تربيع يساوي اتنين tourist بسالب ستة زائد خمسة ناقص ستة انتبه على جزل خمسة سالب ستة و سالب ستة سالب اتناشر يبقى سالب سبعة على جزل خمسة اللي هي الناتج هيطلع عندي سبعة على جزل خمسة بس اتخلي بالك من الاشارة قبل ايه ما طلع. البعد الثاني. اعوام اتنين في النقطة بقسين واحد بسبعة زائد واحد في سالب واحد ناقص ستة على اتنين تربيع زائد واحد تربيع. اتنين في سبعة باربعتاشر ناقص واحد ناقص ستة على جزر خمسة. اربعتاشر ناقص سبعة يبقى سبعة على جزر خمسة. هتلح برا القوس بسبعة على جزر خمسة. اه. تعالا بقى نشوف حاجتين. البعد الاول بيسوي البعد الثاني. يبقى هم على بعدين متساويين. على بعدين متساويين. طب الجزء الايه اللي قلتلك اللي فيه بقى تفكير اعلى شوية. امتى يقع في جاتين مختلفتين. الاشارة هنا بتاع البعد الاولاني داخل المقياس كانت سالب. وهنا الاشارة كانت موجب. يبقى مختلفين. يبقى انا هقول بما ان اشارة المقياس مختلفتين. اذا النقطتين مالهم يقع في جهتين مختلفتين. تمام? جميل جدا. طب انا عايز بقى اقول انا عايز اقول دلوقتي احنا اخدنا ايه? احنا اه اه شرحنا الوحدة الاولى اللي هي بتتكلم على حساب المثلثات. ولا التهندسة التحليلية? الهندسة التحليلية. لان حساب المثلثات هتكون الوحدة القادمة ان شاء الله. فاخدنا تلت دروس. تقسيم قطعة مستقيمة. وعرفنا لما نقسم من الداخل ومن الخارج هو نفس القانون بيختلف فقط في الاشارة. اذا كان في الداخل فالاشارات مجابة اذا كان في ايه? في الخارج الاشارات سالة. ودرسنا معادلة المستقيم. ولقينا في قانون معانا بنسميه القانون الملاكي بيبقى معانا في كل المسائل. وهو ايجاد معادلة المستقيم المار بنقطة بمعلومية الميل. اللي هو صادنا اقصاد واحد يساوي ميم في سين ناقص سين واحد. ده ممكن يجي اكمل وممكن يجي حل عليه تمارين. واتفرقنا الى معادلة مستقيم يمر في نقطتين. وممكن اطبق القانون وممكن ارجع للقانون الاولاني اللي هو ميل ونقطة. وعرفت الحالات لما يكون المستقيم يوازي محور السينات يبقى الميل بصفر. وعرفت لما يكون المستقيمين متوازين يبقى الميلين متساويين. وعرفت ايضا لما يكون عندي المستقيمين متعمدين يبقى انا عندي هنا حاصل ضربهم بسوي سلب واحد. او احدهما معكوس مقلوب الاخر. وعرفت طول العمود بين نقطة معلومة ومستقيم معلوم اللي هو القانون اللي لسه حلينه اللي هو فيه القيمة المطلقة. وعرفت امتى اثبت ان في نقطتين بيقعوا في جهتين مختلفتين من المستقيم. ويكونوا على بعد متساوي. لما يطلع البعد الاولاني يسوي البعد الثاني. ولما تطلع الاشارات مختلفة داخل المقياس داخل المقياس انا بقى اركز عليها. لان لو بعد المقياس كله بيطلع موجب. ما اقدرش ان انا احدد في الحالة دي هما بيقعوا في جهتين مختلفتين او لا. طبعا كده غطينا جميع افكار وتمرين الوحدة الاولى الهندسة التحليلية. ان شاء الله في الحلقة القادمة هنكون مع بعض في الحساب المثلثات. بس استأذنكم لازم تكون الالة الحسبة معاك. لان كل شغلنا على الالة الحسبة عشان نطلع نسب الزوايا المثلثية. فلابد انك انت تكون معانا ان شاء الله في الحلقة القادمة ويكون معاك الالة الحسبة بتاعتك. طبعا كده غطينا الجزء الاولاني. وفي انتظار ان شاء الله ان انا اسعد بكم في الحلقة القادمة. اه وفي الختام اتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.